الزمالك عنده حكاية وهي رحيل أشرف بن شرق المباراة الماضية الزمالك قدر يتخطى فكرة رحيل أشرف بن شرق عن الفريق بس دي زي بيقولوا إيه البدايات يعني لسه ما حسناش بغياب أشرف بن شرق طيب هل بريلا مش شايل هم الموضوع ده أكيد شايل همه هل الجهاز الفني مش شايل همه أكيد شايل همه ليه عشان أشرف بن شرق لعب مهم هو صحيح بريلا ما خلاكش تحس إن فيه لعب مهم وكل اللاعبين مهمين في فريق الزمالك ومخليهم كلهم جاهزين بس لأ قيمة أشرف بن شرق غيابه أكيد هيبقى حاجة مؤثرة جدا يعوض إزاي بقى بريلا أشرف بن شرق الفترة اللي جاية عنده سيناريوهات في دماغه كذا فكرة في دماغه تعالوا نشوفها السيناريو الأول جهاز الفني للزمالك بيفكر في الاستعانة بإمام عشور لعب الوسط في مركز الجناح الأيصر خاصة وأنه سبق له اللعب في هذا المركز من قبل وتقلق فيه سواء مع الزمالك أو مع حرس الحدود قبل الانضمام للقلع البيضاء وفي هذه الحالة سيعتمد الجهاز الفني على سيف جعفر في خط الوسط بدلا من إمام عشور يدرس الجهاز الفني للزمالك الاستعانة بأي من السنائي يوسف أسامة نبيه أو سيد عبدالله نيمار في مركز الجناح الأيصر خاصة وأنهما سبق لهم اللعب في نفس المركز وأجادة فيه من قبل كلها احتمالات وردة اقترح بعض أفراد الجهاز المعاون البرتغالي بريرا الموديل فني فكرة الدفع بيوسف إبراهيم أوباما في مركز الجناح الأيصر خلال الفترة المقبلة حيث سبق وأن شارك أوباما في هذا المركز خلال مباريات قليلة مع الزمالك آخر موسمين السيناريو الرابع يفكر جوزفالدو بريرا في تجربة كل من عبدالله جمعة وإسلام جابر في هذا المركز خلال الفترة المقبلة اللي استعانى بأي منهما في المباريات المتبكية من الدولة وكأس مصر للموسم الحالي دي السيناريوهات دي السيناريوهات كلهم سيناريوهات قائمة وجائدة بالمناسبة وأنا بأورى السيناريوهات دي تعويض أشرف بن شارك افتقارت حاجة مهمة جدا احنا دلوقتي بقى عندنا موضة جديدة اللي هي ايه اللي هي لما هتقول لحد على سوشيال ميديا الصباح الخير يا جاري يقول لك اسمها صباح الفل يا كريم اي حاجة اسمها صباح الفل ما اسمهاش صباح الخير كم يوم كنت كتب حاجة لتويتر رأي يعني في موضوع فدخل واحد قال لي لو سمحت وانت بتكتب الرأي دوت تبقى تقول انها وجهة نظرك الشخصية يا سيدي ما انا كاتب على الاكاونت بتاع الحساب بتاعي فأكيد هي وجهة نظر الشخصية بس انا بقول لك المثل ده ليه ان انتوا هتلاقوا دوت هتقابلوه كتير حلوك تخش تقول اي حاجة اي حاجة تقول مثلا بحب المنجة يقول لك لأ ازاي بتحب المنجة يقول انها وجهة نظرك التفاعة ححلة بس ايه انا حر انا حر ممكن يبقى رأي غلط ممكن بالنسبة لك هيبقى رأي غلط راحتك تماما خلو حتى تكسة على سوشال ميديا تبقى كده اللي هو كريم كتب حاجة احمد كتب حاجة محمود كتب حاجة هو حر ادام ما قالش مثلا خبر او ما قالكش رسميا يعني ما قالت لكش مثلا رسميا انا بحب المنجة انا قلت بحب المنجة موان ببقيتش ان رسميا دي يعني هي بقيت خبر وحاجة مؤكدة ان لمفهود الناس كلها تحب المنجة انا حر يعني بالملاسبة طيب